السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ماجد يحيا النهاردة هقدن هقدن نشرة اخبارية جديدة بشكل احترافي بتناقش كل الاخبار الراضية اللي على الساحة اهل زمالك اي اخبار مهمة على مدار الساعة هتكون موجودة بازن الله فيها وهتكون نشرة اخبارية بمعنى الكلمة نشرة ما فيهاش رأي ما فيهاش رأي رأي شخص خالص نشرة خام اخبار خام من مصادر موثوقة ماليش هلاقة بالاخبار بتاعة الفيس بوك ماليش هلاقة بالاخبار بتاعة تويتر الاخبار الموثوقة ومن المواقع الاخبارية الموثوقة والمصادر الموثوقة اللي بنبقى متأكد منها بنسبة كبيرة جدا هتكون نشرة باللغة العربية الفصحة علشان اضمن عدم الاسهاب والتطويل اللي مالوش لازمة اللغة العربية الفصحة بتخليك تقول الخبر محدد جدا دقيق جدا مختصر جدا لكن لما بتتكلم بالعامية بتبقى المواضيع تطول منك وتكبر منك كمان النشرة دي هقدمها كل يوم بالليل سواء بقى حضراتكم اللي تحددوا هعمل استطلاع رأي النهاردة سواء نزلها الساعة عشر بالليل او 11-12 رغاية واحدة بالليل انا بقى صهران دي الاوقات اللي انا بقى تفرغ فيها ودي الاوقات الانسب لنزول النشرة عشان يكون اليوم قرى بيخلص فتقدر تلم اخر الاخبار ويكون عندك update باخر الاخبار المهمة اللي ظهرت في اليوم ده طيب اخر حاجة طلب اخير لحضراتكم النشرة دي اخسم لكم بالله هيكون فيها مجهود كبير جدا 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 فلو عجبتك لو عجبتك ياريت ما تنساش تقيم النشرة بلايك وتسيب تعليق عن اهم خبر فيها ولو مش مشترك في القناة ياريت تشترك لو ما عجبتكش يبقى تقطر الف خيرك اصلا انك تفرقت على النشرة اخر حاجة عايز اقولها لكم اني في اخر النشرة بعد ما اخلص النشرة خالص ممكن هقول اراء في بعض الاخبار اللي جات فيها ده رأي شخصي حضرتك عشان لو مش عايز تسمعه انا هقول النشرة كاملة الاول بعد ما اخلصها خالص واقولك ان ده اخر خبر في النشرة واطلع فاصل ترانزيشن سواير كده تعرف ان النشرة انتهت حابب تكمل تسمع رأيي ممكن تسمعه مش حابب يبقى انت خلاص خدت الاخبار ممكن ساعتها تقفل الفيديو عشان ساعتها مطولش عليك ويبقى ماخدش من وقتك زيادة بس كده ده اللي عندي وبإذن الله هنبدأها من دلوقتي ويلا بنا بإذن الله نعرف اول الاخبار اليكم ابرز العناوين تعيين محمد فضل مشرفا على المنتخب الاهل يقيد 26 لعبا في قائمته الافريقية كواليس صفقة انضمام محمود متولي للأهل ونجم يقترب من الزمالك وصدمة له طيب أخيرا الزمالك يحسم صفقة محمد عواد برمز يضم أنطوش في ساد السفقات أعارت عمر جمال إلى الصفاقس التونسي وأخيرا دبالة يقترب من يونيتد ولوكاكو يرحل وإلى التفاصيل كشف مصدر في اتحاد الكرة عن الاستقرار على تعيين لجنة تضم خمسة أسماء من بينهم عنصر نساء لإدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات وأوضح المصدر في تصراحات لموقع يلا كرة أن هناك لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تستعدر زيارة مصر الأسبوع المقبل للوقوف على آخر أوضاع الاتحاد الكرة موضحا أن لجنة الفيفا من المقرر أن توافق على تعيين الأعضاء الأربع لمعاونة صروة سويلم لتسيير أمور الاتحاد خلال الفترة المقبلة وأفاد المصدر أنه تم الاستقرار على تواجد محمد فضل وزكريا ناصف وأحمد عبدالله في اللجنة بجانب صروة سويلم وأنه تم الاستقرار على تعيين محمد فضل مشرفا على منتخب مصر في الفترة المقبلة قال طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي أن اللجنة قررت بعد التشاور مع مارتن لسارة المدير الفني وسيد عبدالحفيز مدير الكرة قيد 26 لعبا في القائمة الإفريقية وشيلا إلى أن عبدالحفيز سوف يكون بالإعلان عنها غدا فيما أكد أن القائمة المحلية لا تزال تقضى للترتيب والاختيار في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته فيما كشفت مصادر صحفية عن استقرار الجهاز الفني على قائد السنائي إليو ديانج ومحمود متولي في قائمة الفريق الإفريقية للموسم المقبل كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي كوالي الصفقة ضم مدافع الإسماعيلي محمود متولي للقرعة الحمراء موضحا أن اللاعر تم ضم مقابل 15 مليون جنيه سيتم سدادها على دفعتين الأولى تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه وقد تم سدادها بالفعل الإسماعيلي على أن يتم تزديد الدفع الثانية وقدره 5 ملايين جنيه في يناير المقبل وأضاف توفيق في تصريحات صحفية أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون كبيرا بين إدارتي النادي الأهلي والإسماعيلي في الصفقات الصيفية لافتا إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي تدخل بنفسه لإنهاء الصفقة وكشفت مصادر صحفية عن أن الإسماعيلي سيضم لعبا من الأهل دمن صفقة انتقال متولي على سبيل البيع النهائي أو الأعارى والأسماء المرشحة للانضمام للدرويش هم أحمد حمودي وأحمد علاء وحسين السيد وأسلام محارب محمد شريف اقترب نادي الزمالك من إتمام صفقة انتقال محمد أوناج من جناح نادي الوداد المغربي في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها المهاجم من كونغولي كابونجو كاسونجو إلى صفوف الوداد ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة تجدر الإشارة إلى أن أوناج مأحد أبرز نجوم فريق الوداد في المواسم الأخيرة حيث سجل سبعة أهداف وصنع خمسة عشر هدفا خلال الموسم الأخير وساهم في تأهل فريق الدار البيضاء إلى نهاية دور أبطال أفريقيا بعدما سجل هدفا وصنع أربعة أهدف في المسابقة القرية في ذات السياق أصبح اللعب المغربي خالب أطيب قابة كوسيني أو أدنى من الرحيل عن القرعة البيضاء بعدما فشل فيه إثبات حضوره في الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي وقالت مصادر صحفية أن الزمالك يسعى إلى تسويق اللعب في أحد الدوريات العربية القبرى لتحقيق عائد مادي من بيعه فيما تمسك اللعب بتقاضي قيمة راتبه بالكامل مع الزمالك في الموسم المقبل من عقده حال رحيله في الملكات والصيف الجاري حسم نادي الزمالك صفقة انتقال محمد عوات حارس مرمى الإسماعيلي وزاري خلال الساعات القليلة الماضية بعد فترة من الشد والجزب بين اللعب وإدارة الدرويش وقال مصدر مطلع أن الصفقة حسمت بالفعل وسيتم الإعلان عنها بصورة رسمية أوم الأربعاء عوات كان قد أعلن رغبته في الانضمام إلى نادي الزمالك وهدت إدارة الإسماعيلي بالإحتراف خارجيا واللعب ببطاقة دولية مؤقتة لحرمان النادي من الطيمة المادية لصفقة انتقاله فيما ردت إدارة الدرويش بتوقيع عقوبات مالية كبيرة على اللعب وأبلغته بضرورة الانتظام في التدريبات مع سحب شارة القيادة منهم وقد استغلت إدارة الزمالك توطر على علاقة بين عوات والإسماعيلي وكسف الجهودها خلال الساعات الماضية لإقناع إدارة الدرويش بالتخلى عن اللعب وهو ما قد تم بالفعل أعلن نادي برامتز رسميا انضم مهاجم مصر المقصة جهود أنتوي وذلك عبر تغريد نشرار حساب الرسمي للنادي عبر تويتر وبذلك يكون برامتز هو أكثر نادي في الدور المصري حصنا للصفقات بعد أن أعلن بشكل رسمي عن ضم ست صفقات جديدة لهذا الموسم وهم أحمد علي من المقاولون العرب وطارق طاها من الإسماعيلي وإسلام عيسى من المصري ومحمد حمادة من الإنتاج الحربي ومحمد عطوى من الرائد الصعودي بالإضافة إلى الوافد الجديد وققت إدارة النادي الأهلي على أعارض مهاجم الفريق عمرو جمال إلى صفوف نادي الصفقس التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقال سيد عبد الحفيز في تصريحات صحفية إن جمال ستنتقل على سبيل الأعارض الصفقسي لمدة موسم واحد لافتا إلى أن اللاعب قام بتمديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين قبل الموافقة على رحيله إلى الدورة التونسي وإلى الخبر الأخير في النشرة وصل وكيل أعمال بولو ديبالا لعب يوفينتوس إلى إنجلترا من أجل الاجتماع بمسؤول مانشستر يونيتد لإتمام صفقة انتقاله إلى الشياطين الحوم وذكرت شبكة سكاي سبورتس العالمية أنه في حال إتمام الاتفاق على بنود التعاقد الشخصية بين ديبالا ويونيتد فإن مهاجم الأخير لوميلو لوكاكو سينتقل في المقابل إلى يوفينتوس فيما قالت مصادر صحفية إيطالية إن وكيل ديبالا طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سترليني سنويا بشكل صافي أي دون احتساب الضرائب عند تعليق على كذا خبر جاي في النشرة وأهمهم محمد فضل أنا وبسوط جدا أن محمد فضل يتولى مسؤولية الإشراف عن المتخب في الفترة الجاية دي محمد فضل إنسان مجتهد ومحترم وأسبق كفاءة رغم المشككين لما تعيب مديري للبطولة تنظيم للبطولة الأفريقية اللي فاتت ناس كتير شككت فيه وقالت ده ما عندوش خبرة وشاب صغير وأسبق كفاءة منقطعة النظير لازم نسك في الشباب ونوليهم المناصب الإدارية ده اتجاه في العالم كله ما بقاش لها علاقة خلاص بالسن الخبرة والتفكير برا السندوق والاجتهاد ده ملوش علاقة بالسن فأنا أعتقد محمد فضل شخص مناسب جدا وأسبت كفاءة وجدارة بدون أي وسائط وأي محصوبيات أسبت فعلا إن إنسان كفر وعنده كفاءة إدارية عالية عندت عليه كمان على انضمام محمود متولي للأهل أنا شايف صفقة مميزة جدا 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 محمود متولي مدافع محترم لعب متوشى أسبت وجوده مع الإسماعيل من كان هو ناشئ وصغير ونضم للمنتخب الشباب ولعب للمنتخب الأولوم بقبل كده وقدر يسجل 11 جون في 103 مبورا مع نادي الإسماعيلي وكمان بيجيد اللعب في أكتر من المنكز المساك الليبرو ديفندر بيعرف يتأقلم سريعا وأعتقد أنه هو هيكون مكسب لنادي الأهلي كمان محمد قناج برضو هيكون مكسب لنادي الزمالك لأنه بعيب مهاري هداف بيجيد التحرك سريع في كل المواصفات اللي ممكن فريق زي نادي الزمالك يتمناه ولكن أنا عندي تعقيم عن الأهلي والزمالك أنا شايف أن الأهلي والزمالك ينقصهم المهاجم الهداف المهاجم اللي منطراز بغداب بنجاح عمد متعب عمري زاكي لسه ينقصنا المهاجم الصريح اللي من المنصفات دي فأنا شايف أن الأهلي والزمالك لازم 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 يبحثوا عن هذا المهاجم وكمان لازم يشوفوا مشكلة المدير الفني فيه اعتراضات كتير أنا عارف الأهلوية معترضين على سرطي وفيه ناس كتير في الزمالك معترضين على المدرب كانوا معترضين على خالد جلال وعايزين يشوفوا مدرب أجنبي أو يشوفوا مدرب ذات مستوى لو الإدارتين نجحت تشوف مدرب فني محترم ومهاجم محترم أعتقد ده اللي ينقص الفرقتين سواء أهلي أو الزمالك عند تعليق على موضوع محمد عوات خلاص الزمالك زي ما حضراتكم سمعتوا كده حسم الصفقة وهتم الإعلان عنها بكرا بس أنا عند مشكلة صغيرة في موضوع الصفقة دي والمشكلة دي مش مع محمد عوات شخصيا كانت مع كهربا وكانت مع كلوبالي وكانت مع عصام الحضري كانت مع أي لعيب بيحاول يلوي إدارة النادي بتاعه عشان ينتقل لفريق آخر محمد عوات أنا شايف الأسلوب اللي اتبعه ده أنا شخصيا كماجد يحيا أرفضه لأنه على الأقل أنت ما بتحترمش إدارة النادي بتاعك محدش يقول لي رغبة اللاعب عايز أقول لكم على حاجة جوزيف فلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السابق كان ألف مرة كده من ست سنين تقريبا يا جماعة رغبة اللاعب هي المهمة أحسن حاجة أو أكتر حاجة تحدد وجهته المقبلة كل الاتحادات الرياضية ساعتها أنا فاكرت اللاعب بيانات وهجمت شوزيف فلاتر وهجمت والأندية كلها تضمت وقالت مفيش حاجة اسمها رغبة اللاعب فوق كل اعتبار ومالعقود دي لازمتها إيه؟ وده فعلا رأي سليم ورأي منطقي انت عندك عقد بتحاول تتوصل مع الإدارة الاتفاق وسط مفيش فانت المفروض ملتزم بعقدك البوابات الخلفية طيب أنا هسيب النادي طيب أنا هلعب ببطاقة دولية موقتة طريق الكهرباء وكلبال والحضر والناس دي كلها أنا شايف انت بتخسر الشعبات النادي اللي انت بتشجعه وفي الآخر مفيش حد تقريبا خد الطريق ده وفلح فأعتقد لازم محمد عواد يطلع يعتزل لجماهير الإسماعيلي وإدارة الإسماعيلي على الطريقة اللي اتعامل بيها في صفقة نادي الزمالك وفي حاجة تانية في موضوع نادي الزمالك أنا حزين إن نادي الزمالك ماشي عمر صلاح كان على الأقل يطلعه عارة عمر صلاح ده مستقبل النادي في الأخير أنا ما قدرش أقيم الأمور بقى هما في قدرت الزمالك عارفين هما بيعملوا إيه بس زين بقول لكم كده دي كانت حاجة لفتا انتباه وانا مش عارف لما جنش يرجع يقوم بالسلامة عواد بعد اللي عمر ذا كله هل هيدمن مكانه أساسي ولا لا؟ اه ما عرفش بس يلا بالتوفيق كده أنا خلص التعليقات اللي عندي كلها وشفتوا حضراتكم النشرة بإذن الله هيبقى القائنا متجدد يوميا بأهم الأخبار ومش عايز أطول على حضراتكم أكتر من كده بس يا ريت ما تنسوش تقايم النشرة ويا ريت ما تنسوش تشاركوا في استطلاع الرأي وتحددوا معادها انتوا حابين أنسب معاد لحضراتكم امتى الساعة عشرة الساعة احداشرة الساعة اتناشرة للساعة واحدة بالليل حضراتكم حدددوا معاد وانا بإذن الله هكون دايما عند حصن ظنكم وبإذن الله هقدم لكم كابسولة كده يوميا بأهم الأخبار شكرا جزيلا ونأسف ان اطول تعالى حضراتكم في رعاية الله اشتركوا في القناة